بدون دم غزال وبدون بدرة حمرة كلها وصفات طبيعية ما فيهاش اي وصفة صناعية او اي حاجة صناعية فيها كلها طبيعي باذن الله اه تكملوا الفيديو وان شاء الله هتعرفوا الطريقة وهتعملوها بنفس الطريقة وهتدولي عليها باذن الله بصوا يا بنات اذا كنتوا عايزين تعرفوا طريقة وصفة مقشر للشفايف مورد للشفايف مرتب للشفايف كملوا الفيديو للاخر وان شاء الله هتعرفوا الطريقة ده لونه بقى وردي وده لونه احمر تمام اذا كنت عايزين تعرفوا الطريقة كملوا الفيديو للاخر وان شاء الله باذن الله انتظروني في فصفات جميلة وجديدة باذن الله وانا تحت امركوا في اي وقت لو عايزين تعملوا اي حاجة قولولي عليها يلا نسامي باسم الله الله وبركاته ازيكم يا بناتا عاملين ايه يارب تكونوا بخير وفي احسن حال واللهما صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله النهاردة باذن الله يا بناتا انا جايلكو بوصفة جميلة جدا جدا اه وصفة اه تلاتة في واحد اولا مرتب للشفايف ثانيا مقشر للشفايف ثالت حاجة مورد للشفايف التلاتة دول الشفايف اللي لما بتجي تبقى اه فيها جلد زيادة كده ولما الجلد يتشال بتتعور وبتشر الدم الشفايف فالموضوع ده بيبقى يعني بيزعل وبيقلم جدا مش قادر اقولكو ازاي واحنا اليومين دول كلنا عمتا بنعاني بالموضوع ده اه ما بين الصف والشتا واصلا احنا لغاية دلوقتي لسه الصف مجاش اه جو الصبح حرق بالليل شتا فكل ده بيأثر ايه على بشتنا وعلى شعرنا وعلى شفايفنا على كل حاجة تمام فان شاء الله الوصفة اللي انا هقولكو عليها دلوقتي دي وصفة جميلة جدا وانا جربتها بنفسي وان شاء الله سكة في الله ان شاء الله هتعجبكو ونبتدي يلا نقول بسم الله ده الطبق اللي هعمل فيه تمام ده تنت ده تنت بتحطوه على الشفايف عالي تمام وبتحطوه على الخدود كمان هناخد منه شوية هو المادة اللي فيه اا جل شوية مادة جلية مش راضي يطلع طب هرجعلكو تاني بصوا يا بنات زي ما انتم شايفين انا حطيت وبقلبو قلبتو كويس وبعدين هحط فازلين ده بيور ده ماركة بيور ب 12 جنيه تمام الماركة دي كويسة جدا للوصفات البشرة ااا وسعراها معقول تمام هحط قيمة ايه؟ معلقة وهفضة لقلب برد ثم هحط قيمة معلقة صغيرة مية ورد احسن نوع مية ورد احسن نوع مية ورد العرب كويسة جدا جدا تسد مثلا البشرة يا جماعة قبل ما تحطوا الميك اوب تخسلوا وشوكوا كويس جدا وبعد كده تروحوا وحطين بقطمة القطمة ده تروح حطين فيه حبة مية ورد وتروحوا نسحين وشوكوا بيها بتبقى فضيع بعدها بخمس دقايق بالضبط تحطوا المية قبل انتوا عايزين تحطوه سواء كريم اساس او كريم مراد تبعوا اي حاجة بيسد مسام البشرة حلوة قوي 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 للوش هؤلاء المعلقة اه اه بسوا المعلقة لكل الطبع اللي زق فيها فانكتشافها بسوا هو ده اه لو ما عندكوش التنت ده لو ما عندكوش ممكن تحطو اي نوع قلم روش انتوا عايزينو وهنا التنت عامل لون احمر تمام انت لو عايزايا لون وردي ممكن تحطي لون روش زي نفس اللون ده تمام يا بنات وعن تجربة والله العظيم والله العظيم جربته كانت شفافة كلها جلد ميت ولو الجلد ده تشال بيقلمني جدا وممكن شفافة بعض الاوقات بتشر ده فبتبقى يعني حاجة فضيعة اهو اخطو في العلبة بقى يارب يكون الصوت واضح اهو طبعا انت عاملوك كمية اللي انت عايزينها ممكن تكتروا كمية اه معلقة فازلين تحط عليها اه حبة متند او لون روج سايل زي ده وايه وترحتين مية ورد مية ورد والفازلين البيور ده 12 جنيه لعلبة الصغيرة ده جميلة قوي 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 للمسكات جميلة قوي للبشرة وردت وللجسمه وعلى فكرة الفازلين ده ممكن تدهنوا بيه كوع اديكو و اه و اه و رجبتكو اللهم اصلي على سيدنا محمد و كعب رجليكو كعب رجليكو تدهنوا بيه بيبقى جميل او تدهنوا بالليل قبل ما تناموا تصحوا تلاوه الدنيا نعمة بشرة الاطفال بالزبط و المقشر الشفايف ده مرتب الشفايف و مورد بالنفس الوقت الشفايف وللخدود تدهنوا خلاص هتناموا يعني خلاص نوتوا تناموا انتم شبتوا مية و خلاص هتناموا تروح دهنين شفايف كو بيه وتصحوا الصبح هتلاوه شفايف كو موردة و نعمة و الجلد اللي فيها كلهم مش موجود تمام انا مبارح عملت ده نفس ده بالضبط نفس ده بالضبط نفس ده بالضبط بس ده انا غماته على اساس ان انا اعملوكو لون و لون ده اعملوكو لون احمر و ده بنك تمام تعملو ايه بقى مو تقطروش منو اهو تعملو كده على شفايف تقدلو تعمله على شفايف كده وتمشو على شفايف تقدلو تمشو عليها هل ترون بيدي لمعة ازاي؟ اللمعة دي هتصحي الصبح تلاقي اللمعة دي وهتلاقي اللون ده في شفايفك وهيبقى موجود طول اليوم تمام اهو و على الخدود برضو تعملو برضو كده على الخدود هتصحوا من النوم هتلاقي الخدود وردي لونها وردي و جميلة اوهو حيث تمام يا بنات؟ زي ما قلتلكو يا بنات تدهنوا كده ايديكم بااااااااااااااااااااااا انا اللي بوريكو بايدايا تحطوا المورد ده في شفايفكم تمام وفي خدوتكم شايفين اللمع عاملة ازاي والله العظيم لمع رهيبة الصبح هتصحف لقوا نفس اللمع دي في شفايفكم تلاقوها طبيعية جدا ونعمة جدا وصفة طبيعية فوق الوصف انتظروني في فيديو جديد بإذن الله بوصفة جديدة أو أكلة جديدة مصرية إن شاء الله بمنتهى الدكة هوصل لكم المعلومة بمنتهى الدكة بأقل أقل التفاصيل الصغيرة اللي فيها إن شاء الله هوضحها لكم متنسوش بقى يا بنات تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرز على كلها عشان يوصل لكم كل جديد بصوا يا بنات العجبة هاي أخدت كل اللي في الطبق هاروح من أتدفاها كده تمام؟ أنا وردت كل اللي في إيدي ده نفس اللون ده تمام؟ وراح ما غطيها تفضل مش قادرة أقول لكم تفضل لا يعني لها طبوز ولا يحصل لها حاجة تمام؟ اللي في إيدي ده من القلب دي تمام؟ أما دي الوردي نوفي نفض كده ايه بقار في إيدي تمام؟ اهي يدهينه كده برضو شفيفكم أو خضوتكم يدهينه كويس قوي لكنكم بتحطوا روج وتناموا شايفين اللمع يا بنات؟ نفس النوع ده زي ده بس ده لون وده لون ده بل تنت تمام؟ لونه غامل محمر شوية وده لونه بنك شوية بقلم روج سايل تمام؟ بإذن الله جربوها وإن شاء الله لو في أي حاجة أنتم محتاجينها هقولولي عليها وإن شاء الله هقولوك عليها على طول وقولوك وصفتها إذا كانت تبع البشرة أو الشع وقولوك وصفتها بإذن الله إذا كانت تبع الأكل أكل مصري بكل تفاصيله وكل تكاته تمام؟ هي علبة عندك تخطيها مش هتستغني عنها أبدا 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 أبدا